اشتركوا في القناة ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورئيسي وعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكل المجلسين وعدد من المسؤولين وفي بداية الاجتماع رفعت السلطتان أسماء آيات الشكر والتغدير للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية للسعج المستمر لتحسين مستوى المعيشة للموطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وبناء على ما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من نتائج مثمرة حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 تم التوافق على عدد من المبادرات الهامة وهي التوافق على الالتزام بهدف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن وتحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات وإطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص ورفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين والتوسع في برامج التطور الوظيفين للموظفين البحرينيين ودعم توظيف المواطنين وقد أشاد رئيس مجلس النواب الجهود الحثيثة التي بذلها الجميع للوصول إلى النتائج المثمرة والتوافقات الإيجابية وتضمين التطلعات والرقبات عبر برامج ومشاريع ومبادرات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص ستنعكس إجابا على الوطن والمواطن من جانبه بيان معالي رئيس مجلس الشورى أن الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتوافقات التي تم التوصل إليها عكست الطموحات الكبيرة والتطلعات الرفيعة لتعزيز المكتسبات الوطنية وموصلة العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من جانبه أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة المستمر بأن يكون المواطن هو الأولوية لكافة مسارات السياسات والخطط والبرامج الحكومية المختلفة مشيرا إلى حرص الحكومة على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية من جانبه أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الهدف الذي يلتقي حوله الجميع هو تحقيق تطلعات المواطنين وخلق مزيد من الفرص النوعية أمامهم وتعزيز مستواهم المعيشي ترجمة نانسي قنقر